مستمرون معكم في مواكبة التفاعل الكبير الذي يحققه الهاشتاغ الذي أطلقته الميادين البداية 2006 على وسائل التواصل الاجتماعي وهنا أود الإشارة إلى أن هاشتاغا آخر مضادا أطلق الآن في محاولة لتشويه ذكرى الانتصار ولسيما بعد التفاعل الضخم مع أحياء ذكرى الانتصار عبر هاشتاغ البداية 2006 سنتوقف الآن عند بعض هذه التغريدات وما كتبه مثلا حسن طه على التويتر حتى تحقيق الهدف إزالة إسرائيل من الوجود مراد نابلسي كتب عام 2000 تتوج بنصر كبير بطرد العدو الصهيوني وعملائه من الجنوب جنوب لبنان وعام 2006 ثبت هذا الانتصار ورسخ معادلات جديدة في المنطقة وأعلن بداية حقبة جديدة من جديد وهي حقبة الانتصارات علي زعيتر كتب اضرب بعصاك البحر لنعبر فالكل بايعك هذه التغريدة لبنين فواز وبعد النصر المبين رفرفت ريات الوطن والريات التي صنعت مجده ننتقل الان الى تغريدة لحسان عليان الذي كتب رفع لبنان ريات النصر وجرى العدو اذيال الهزيمة والخيبة التغريدة التالية هي لفاطمة والتي قالت فيها ومنذ انطلاقة المقاومة كنا اهل اليقين يقين بالنصر يقين بزوال اسرائيل وفي الرابع عشر من اب كانت تباشير النصر الحاسم والبداية 2006 لزوال اسرائيل من الوجود علي عبدالله عاطف فقد اشار الى ان الامريكيين متجهون لتغيير ثقافة هذه الامة ليبنوا جيلا يتولاهم يحبهم يجلهم يمكنهم من الهيمنة عليه بدلا من ان يكونوا اولياء لله ومحبين لله هذه التغريدة اذا لعلي عبدالله عاطف وفي الختام نذكر ما كتبه علي حيدر الذي رأى ان اطفال الالفين وستة هم قادة النصر الحاسم باذن الله اشتركوا في القناة